أقفلت الهيئة المستقلة للانتخاب الخميس الماضي باب الترشح للانتخابات مجلس النواب التاسع عشر واشترطت في طلب الترشح أن يتضمن تقديم شهادة عدم محكومية فضلاً عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ عشرة أعوام ويجب القانون كذلك على المترشحين من موظفي الحكومة في الوزارات والدوائر تقديم استقالاتهم قبل ستين يوماً من تاريخ الاقتراع المقرري في العاشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيل المجلس ذاته برئاسة السيد فيصل الفائز كما صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر